أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار المغرب هذا الأسبوع وكيف العادة؟ خبار بالخف خبار بالخف مع أحمد راشد بتعليمات من الملك محمد السادس انطلقت عملية مرحباً 2022 رسمياً يوم الأحد لاستقبال مغاربة العالم وتتميز نسخة هذه السنة بافتتاح مواقع استقبال جديدة بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبالصويرة انطلقت فعاليات جولة مهرجان جناوة بعد غياب دام لمدة عامين والفرق الموسيقية ستجوب مدن المراكش والدار البيضاء والرباط للاحتفالهم مع الجمهور بوصول فن جناوة إلى العالمية بعد إدراجه في قائمة منظمة اليونسكو للتراطي التقافي اللامادي افتتاح الضورة السابعة والعشرين لمعرض الكتاب الدولي بالرباط بعدما كانت الضورات السابقة تنظم بالدار البيضاء المعرض فتح أبوابه لزوار ابتداء من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل 12 يوليو المغرب يسجل أول حالة إصابة بفيروس جذرية القردة وحصر 13 شخصا مخالطا للمصاب يخضعون الآن للحجر الصحي ومنظمة الصحة تحذر من تفشي جذرية القردة في موسم الصيف وتستبعد تحوله إلى جائحة المحكمة تدين صاحب مطعم طاجين الدود بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم ومحامي بهائة مراكش يؤكد أن الحكم مخفف والعقوبة تصل إلى سنتين حبسا نافدة تفكيك شبكة إجرامية بفاس تستدرج قاصرات لاستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع مخلة وبعد هذه الأشرط والصور الإباحية إلى الخارج وزارة التعليم تدرس إمكانية إدراج مادة القانون في المقررات البكالوريا بعدما تقدمت برلمانية بهذا الطلب نظرا للدور الذي يلعبه القانون في تعديل وتوجيه سلوك الأفراد وتنظيم العلاقات الزيادات في الأسعار تطال أنواعا من الحليب من بينها المعقم وتشهد ارتفاعا متفاوتا بين خمسين سنتيم وعشر الدراهم ارتفاع أسعار الأغنام والماعز قبيل عيد الأضحى يتوقع تجار المواشي ارتفاع أسعار الأضاحي خلال هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة تربية الماشية بجميع أنواعها وضعف الموسم الفلاحي وفي الخبر الرياضي طغت أجواء الاحتفال بالشوارع المغربية بعد حسم فريق الوداد البيضوي لقب ذوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة وهذه المرة على حساب الأهلية المصري وللأسف المنتخب المغربي يعكر صفوة تويج الوداد ونهضة بركان بعد أن خسر المباراة الودية أمام الولايات المتحدة بتولاتية نظيفة وننتقل إلى فقرة التبرقيق والتبرقيق ديالة السيمان اللولى أزيد من 42 ألف مغربي يحصلوا على الجنسية الإسبانية عام 2021 أما التبرقيق الثانية فهي زيادة تقدر بـ 25% من سعر الكتب المدرسية خلال الموسم المقبل أنا علمتكم لكي توجد درسكم لتقولوا ما علمتكم وفي كل حلقة تنخليكم مع فيديو الأسبوع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر